هل حد اتكلم عن ضغط لعيبي النادي الاهلي؟ هل حد عمل إحصائية يا فارس عن عدد الدقائق والمورات اللعبة لعيبي النادي الاهلي؟ ده هو ده التساؤل اللي لازم احنا كمان نفكر فيه احنا مش بس بنقول مجرد معطيات او ان احنا بنذكر او بنستطرد في ان احنا نحكي لكم التايم لايم بتاع ازاي الفريق وصل للحلقة دي وهو كلام علمي واي حد يبحث عن كل معلومة قالت انما كمان بنتكلم في نقطة مختلفة التباين التباين في ردود الافعال لما اجي للوقتي الاقي كلام عن الاجهاد والتعامل الاعلامي مع مسألة الاجهاد ومصلحة الكرة المصرية بقى يتعامل معاه انه هو فعلا ظاهرة ايه ده فعلا ازاي الكرة المصرية اجهاد ما ينفعش وبس مع ده في الاستوديوهات طب ده كان فين والنادي الاهلي بيقين ده كان فين واحنا رجعنا في فترة كنا بنلعب كل 48 ساعة بشكل لا يمكن لا يمكن فريق في العالم يحتمله 48 ساعة ولعبك لعبتك مرهقين ولعبتك مستهلكين دوليا ولعبتك بيلعبه منتخب حتى مع المنتخب الولمبي ما كانش فيه رحمة النادي الاهلي كان فعلا بيوصل لمرحلة انه مستحيل اللعب يبقى شاف قدامه طيب جينا بعد كل ده وبعد النادي الاهلي ما عمل كل ده حد قال لنا شكرا محدش قال لنا شكرا محدش قال لنا شكرا ده كمان البعض لما بيتناول القصة شفت ناس كده جايبه حاجة رقمية ويقولك ايه يقولك اكتر لعبه مرهقين في مصر السولية والونش ما يا جماعة ده مغلطة هو بيرميلك الحتة اللي انت عايزك تشوفها الونش مرهق اه مرهق بس السؤال مقارنة بكام لاعب من النادي الاهلي ما هو مش لعيب واحد ده جماعة القصة البدنية ده مش لعيب واحد اللي يقصر فيها الحالة البدنية هي حالة بدنية لفريق بالكامل طب القصة حصلت ازاي الونش مقارنة بكام لاعب عندنا عملنا لكو حاجة ده اول مرة تشوفوها على الشاشات المسم الحالي اللاعبين بمشاركتهم في جميع البطولات على اخر مسمين لان في نقطة برضو بيحصل المغلطة فيها ان يجاب لك المسم الاخير ويقول لك بص ده لعب قد ايه وده لعب قد ايه والقصة عمره ما كانت كده الاجهاد هي مسألة ترقومية على مدار مسمين لاعب الاهلي بيستنفزوا وبيستهلكوا بشكل كبير جدا فتعال اشوف بالدقائق لاعب الاهلي عملوا ايه ده اجمال المشاركات اخر مسمين عندك ادي عشر لاعبين محمد الشناوي لحد ستة يوليو احنا هنا ليه ستة يوليو لما النادي الاهلي بدأ يقول خلاص انا لعبت نهارت لما النادي الاهلي بدأ يقول خلاص انا لعبتي الاساسية دي مش هقدر العب بيهم لان الوضع اللي انتو شايفينه على الشاشة كام لاعب مقارنة بلاعب النادي الاهلي محمد الشناوي 9272 دقيقة عمر السلية 8000 دقيقة الوينش من الزمالك 7853 دقيقة ومجدي افشا 7000 ربما يحد وتسعين علي معلول 7000 دقيقة زيزو 6800 محمد شريف 6665 أليو ديانج 6665 حمد فتحي 6510 عشرة وايمن افشا العشرة اللاعبين اللي عندكوا على الشاشة دول منهم كام كام لاعب من نادي الاهلي 8 سبعة 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 كام لاعب من نادي الزمالك 3 على فكرة هو ده الفكرة بتاعة الإجهاد والفكرة بتاعة اللاعبين والحالة البدنية والزهنية لفريق بالكامل الفرق ما بين التلاتة والفرق ما بين لعبي النادي الاهلي وهذا العدد الموجود من اللاعبين بتتكلم عندك الوينش من الزمالك زيزو من الزمالك 8 لعبين مقارنة ب8 لعبها من النادي الاهلي أي لاعبين من نادي الزمالك حيجوا في دقايق بعد السبعة 8 لعب اللي انتaceutوها من النادي الاهلي دول تخيل 8 لعبين مقارنة ب2 بس لعبة والبعض يحدثك أصلا أكثر لعيبة مجهدة السنادي السلية والوينش ومحمد الشناوي وزيزو وزيزو القصة عمرها ما تكون كده القصة اللي احنا بنكلمكم فيه والقصة ازاي اللاعبين وصلوا الحالة البدنية دي وتيجي تسمع لاعب أو مدرب أو حد في فريق آخر يكلمك في الإجهاد مقارنة بالنادي الأهلي لو حد في مصر فعلا بعد التصرحات دي يبان أنه هو أجهد ويبان أنه هو استهلك فهو النادي الأهلي كمان على مستوى الفريق يا أسام بالتأكيد يا فارس وكان مهم جدا أن نوضح أن أكثر عشر لعبين يمكن النسبة عادلة تماني أهلي واثنين زمالك على مستوى المباريات وعدد المباريات للنادي الأهلي ونادي الزمالك آخر مصمين ممكن نستعرض عدد المباريات في كل مسابقة وكل بطولة على حد هتلاقي الدور العام طبعا أهلي وزمالك لعبوا نفس عدد المباريات كاس مصر سبعة سبعة نفس عدد المباريات السوبر المصري الأهلي لعب مباراة طلعا الجيش الزمالك سفر دوري أبطال أفريقيا الأهلي لعب ستة وعشرين مباراة مقابل أربعتاشر مباراة يعني تقريبا ضعف عدد المباريات وخد بالك من المرضود اللي هيطلع لك من عدد المباريات في دوري أبطال أفريقيا المرتبط بالسفريات خارج مصر يعني ده نوع آخر من إجهاد للعبين بنسافر جنوب أفريقيا في المرتين سافرنا جنوب أفريقيا وبتسافر لقطر بتلعب كأس عالم للأندية وبتلعب سوبر أفريقي فده برضو لازم تحطه في الاعتبار السوبر الأفريقي اتنين كأس العالم للأندية ستة مباريات الزمالك لاشيء كأس الربطة خمس مباريات آلي خمس مباريات زمالك وإن كان فيه هنا بعض اللاعبين مرتاحة لكن احنا بنجيب كل البطلات الإجمالي 115 مباراة للنادي الآلي و94 مباراة لنادي الزمالك يعني حوالي 21 مباراة 21 مباراة فارق ما بين عدد مباراة النادي الآلي ولعيب النادي الآلي في المسلمين دول غير الإضافات أو غير المباراة اللي لعبها لعبين الدوليين مع منتخب مصر غير نقطة مهمة جدا السفريات ده رقم مهم جدا يا جماعة انت بتلعب ست مباراة كأس عامنا دي انت برا مصر انت بمسافر برا مصر انت بتلعب ستة وعشر مباراة مقابلة 14 مباراة للزمالك في دور المجموعات لعب نصوم انت برا مصر بالتأكيد انت برضه نصوم برا مصر ونصوم جوا مصر فده موضوع مرهق وأعتقد بيوضح قده النادي الآلي لو فيه نادي هيشتكي من الإجهاد فهو بالتأكيد هيكون النادي الآلي مش أي فريق آخر